نقلا عن مسؤول إيراني قال لرويترز إن حياة رئيسي الرئيس إبراهيم رئيسي وزير الخارجية الإيراني في خطر عقب حادث المروحية ما الذي ترصدونه من جانبكم أمير محمد بالفعل الآن هناك أخبار في وكالات الرسمية الإيرانية عن إنعقاد جلسة لإدارة لجنة إدارة الأزمات الحكومية في إيران هنا في العاصمة الإيرانية قبل قليل بدأت هذه الجلسة في طهران وبكل تأكيد ما زال موقع أو وقع المروحية غير مجهولا حتى اللحظة وفرق الإنقاذ تحاول الوصول إلى موقع الحادث حسب آخر المسجدات التي نتلقاها من التلفزيون الرسمي الإيراني وكذلك وكالات الأنباء الرسمية الإيرانية قبل قليل التلفزيون الإيراني كذلك أعلن أن النظام تتبع مروحية الرئيس يظهر أن الحادث وقع قرب منجم نحاس شمال غربي إيران محمد الرئيس الإيراني صباح اليوم كان في مهمة افتتاح السد مائي مشترك مع جمهورية أذربيجان وبحضور الرئيس الأذربيجاني يلهام عليوف وعند عودته من المراسيم إلى مدينة تبريس حتى يعود بطائرته إلى العاصمة الإيرانية طهران وقع هذا الحادث في منطقة فرزقان كما تسمى هنا هي منطقة جبلية وعرة وكذلك غابت ديرباز القريبة عنها والأجواء يعني الظروف الضباب وكذلك الأجواء هناك سوء الأجواء يعني عثرت وعرقلت عملية الوصول إلى مروحية الرئيس التي كان على متنها وزير الخارجية كذلك حسين أمير عبداللهيان وبعض من المسؤولين المحليين في محافظة أذربيجان الشرقية في شمال غربي البلاد محمد حقيقة أن الأخبار تأتي متتالعة في وسائل الإعلام الإيرانية ولكن نحاول أن نرصد أهم الأخبار وكذلك من المصادر الرسمية الإيرانية الهلال الأحمر الإيراني أعلن عن إرسال أربعين فريق للإنقاذ عبر المسيرات والمروحيات والسيارات للوصول إلى هذه المنطقة الوعرة الواقعة في منطقة فرزقان وجلفة في وسط محافظة أذربيجان الشرقية هذه هي الأخبار المتناقلة ولكن أهم الأخبار هي أنه إنعقاد اجتماع لإدارة الأزمات في الحكومة الإيرانية هنا في العاصمة الإيرانية محمد كانت هناك ثلاث مروحيات صباح اليوم بعد الانتهام من المراسيم نقلت موكب الرئيس إلى مدينة تبريز ولكن مروحية الرئيس في طريقها إلى الوصول إلى مدينة تبريز كما يقال هنا في وسائل الإعلام الإيرانية يعني هبطت بسرعة وبصعوبة ولذلك لا يوجد أي اتصال مع الفريق والوفد المرافق للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في المروحية طيب أمير ونحن نتابع معك المشهد رئيس جمعية للال الأحمر الإيراني قال إضافة إلى ما ذكرته من جانبك قبل قليل لا إمكانية لمواصلة البحث عن مروحية الرئيس جوا والعمل كما قال يقتصر على الطرق البرية هذا يدفعنا أمير للسؤال حول المنطقة التي من المتوقع أن الحادث حصل فيها هل نعرف أي شيء عن طبيعتها عن تضاريسها عن هذه التفاصيل نعم محمد ظروف جغرافية وجوية صعبة في تلك المنطقة كما قال الإعلان الرسمي في الهلال الأحمر الإيراني أعلن أنه عند صباح اليوم كانت المنطقة الظروف الجوية طبيعية جدا ولكن بعد أن مروحية الرئيس حلقت بدأت الأجواء سوء الأحوال الجوية هناك ولذلك هذا ما يعرقل عملية الإنقاذ هذا بالنسبة لجوة ولكن الهلال الأحمر الإيراني أعلن أنه أرسل عشر سيارات للوصول إلى هذه المنطقة منطقة وعرة منطقة ورزقان كما تسمى هناك في محافظة أذربيجان الشرقية وهي بالقرب من منطقة جلفة كذلك هذه مناطق جبلية وغابات فيها كثيرة ولذلك الوصول إليها حقيقة العملية معقدة جدا بالنسبة لفرق الإنقاذ محمد نتحدث عن تقريبا أكثر من ثلاث ساعات من فرق الإنقاذ وهي تحاول الوصول إلى موقع الحادث الحادث وقع قبل ثلاث ساعات من الآن في محافظة أذربيجان الشرقية في شمال غربي البلاد بعد عودة الرئيس الإيراني من مراسيم افتتاح السد المائي المشترك بين إيران وجمهورية أذربيجان ولذلك حتى اللحظة التلفزيون الإيراني يقول أن فرق الإنقاذ والهلال الأحمر الإيراني والقوات العسكرية المسيرات المروحيات الطائرات كل الفرق متواجدة في المنطقة تلك المنطقة الجبلية الوعرة ولكن حتى اللحظة لا يستطيعون الوصول إلى هذه المنطقة محمد أيضا كثافة السحاب والضباب هناك في تلك المنطقة يعرقل هذه العملية عملية الإنقاذ وحتى اللحظة متواصلة عملية العثور على مروحية الرئيس ولا يوجد أي اتصال مع الوفد المرافق للرئيس الإيران إبراهيم الرئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبداللهيان والمسؤولين المحليين على متن هذه المروحية بطبيعة الحال نتابع آخر المستجدات من هنا من طهران ونتابع الأحداث أيضا من محافظة أذربيجان الشرقية لنطلع المشاهدين إن شاء الله على آخر المستجدات ترجمة نانسي قنقر